قرأي شباب اليوم قبلكم طريقة تحميل التطبيقات بصغة الابكي طبعا شباب هذا الطريقة تشمل تطبيقات النظام للتحميلها بصغة الابكي او تطبيقات المثبتة على الهاتف الاندرويد طبعا شباب اللي عمل هذه الطريقة تحتاج الى هذا الطبيق هذا الطبيق يدعى ايزي فايل اكسبلوري طبعا شباب رابط تحميله اسفل الفيديو التطبيق ايضا متوفر على البليستور وهو مجاني طيب شباب بعد يحمل التطبيق تساب الى التطبيق سوف اظهر لك ذلك النفذ هذه النفذة واجهة البرنامج تضغط الى التطبيقات هذه تضغط الى التطبيقات ثم اظهر لك جميع التطبيقات شباب اللي هي تطبيقات النظام وتطبيقات المثبتة على الهاتف الاندرويد طبعا تختار التطبيق اللي تسابها يعني مسلا اوليد تطبيق الفيبر طيب سوف اكبس كابسة متولة على التطبيق اللي تبغى يعني مسلا امغى الفيبر اضغط كابسة متولة ثم تضغط الى اكثر ثم تضغط الى مشاركة ثم يظهر لك ذلك النفذة تضغط الى حفز الى اليو اسي هذا طيب شبابه سوف ارشلك الى المساحة الداخلية للهاتف الاندرويد تلقائيا طبعا اذا كنت تريد تحميله على الموموري تضغط الى هذا لك السحب ثم تختار الى هذا الملف هزه هي الموموري شبابي الزبعا كنت تريد تثبيته على مساحة الهاتف او مساحة الموموري اي شيء شباب يعمس الزبع على المساحة الداخلية للهاتف ثم اضغط ابغى يعني تحمله فاي ملف يعني سابغى تحمله فالداولود ثم اضغط الى تحديد ثم اضغط الى تحديد ثم انت انتزر طيب الحين يقل لك النسخة الملفات داولود نجاح طيب يعني بس شباب تسحب انها في سباس الشكل هكذا شباب سوف يعودك الى وضحة البرنامج من الاول تختار هزه هي شباب المساحة الداخلية للهاتف وزنته اللي هو الطاقت الموموري طيب ان شباب انهم تم تثبيت الطبيق على المساحة الداخلية ثم تضغط الى هنا ثم تضغط الى الداولود طرون شباب انه تم تحميل التطبيق بالزغط الى بيك يعني الحين يمكن لك حزف التطبيق وعادة تحميله بالضغط الى هنا ثم تضغط الى تثبيت طرون شباب انه يقول لك تثبيت التطبيق طبعين شباب لن تنسوا اضغط لايك وتابعوني على كل التعالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتظرونا في شرحات قادمة اشتركوا في القناة